في ولاية تبسة من حظ كمية معتبرة من مدتين سميد والفارينة قدرت بخمسمائة وثلاثة وثمانين قنطار بالإضافة أيضا إلى خمس قناطير من الكسكس داخل مير أبين وهي غير مفوترة وموجهة للمضاربة بسوق وعليه تمت المداهمة للمكان رفق تعوان التجارة ليتم حظها المزيد مع علي الحاف تم مداهمة مكان وجود السلع أين تبين أنه عبار عن مخزنين بهما مادة السميد والفارينة تقدر بـ 483 قنطار على أية ذلك تم حز هذه السلع وقتية صاحبها إلى مقر الفاصلة لمواصل التحقيق وتقديمه أمام الجهات القضائية في إطار تنسيق المشترك مع مصالح الدرق الوطني تم الكشف اليوم محلين يزاول صاحبهما نشاط غير شرعي بعد المعينة الميدانية للمحلين يحتوي على مادتين الفارينة والسميد يزاول نشاطهما بطريقة شرعية